بالوقوف على استراتيجية الأمن الغذائي والاستثمار والتوميل واستدامة الموارد الطبيعية اختتمت الندوة الوطنية الأمن الغذائي في سلطنة عمان في ظل المتغيرات العالمية التي نظمتها أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية ممثلة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبس وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ندوة مجدداً مهمة ناقشت توجهات المستقبلية وتحديات التي تواجهها الأمن الغذائي على مستوى سلاسل الإمداد وموضوع الأسعار وكيف نحن ممكن سلطنة عمان تواجه هذه التحديات واستشراق المستقبل بأن أمن الغذائي جزءاً لا يتجزى من الأمن الوطني وأن استشراف المستقبل وفهم تحدياته يكسبنا لقدر على التكيف استعداد لما يموج به العالم من تغيرات المتلاحقة وأزمات طارئة الندوة جاءت استجابة للمتغيرات العالمية ولرسم ووضع إطار الاستراتيجية الأمن الغذائي لسلطنة عمان 2023-2040 وتحديد الممكنات والمبادرات التي تعز السبل الابتكار والبحث ومشاريع ريادة الأعمال للارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي محاور تتعلق بالاستثمار والبحث العلمي وأيضاً التمويل وكذلك الاستدامة في الموارد الطبيعية كمحور أساسي من محاور الأمن الغذائي تأتي هذه الندوة وقرارات هذه الندوة مهمة في غاية الأهمية في هذا التوقيت حيث أن الأمن الغذائي هو مقدم حتى على الأمن السياسي حيث الله تعالى قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف تحليل التحديات التي تواجه التوسع في الإنتاج الغذائي محور تدارسته الندوة للبحث عن حلول تضمن سلاسة تدفق الإمدادات الغذائية استجابة لما يفرضه الوضع العالمي الراهن من تغيرات وأحداث اختتمت ندوة الأمن الغذائي في سلطنة عمان في ظل المتغيرات العالمية مستشرفة بدقة الحوافز اللازمة لدعم هذا القطاع المهم وبما يضمن تحقيق الأمن الغذائي للمواطن والمقيم من نادي الشفقة التابع لقوات السلطان المسلحة الملازم أول محمد بن سليمان البوسعيد